عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به وقلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي للمتحف المصري الكبير الذي تم الانتهاء من اعماله بنسبة 100% لكل من بهو المدخل والدرج العظيم وقاعات الملك توت عن خامون ومتحف الطفل ومبنى التذاكر وميدان المسلة المعلقة والحدائق المحيطة والمباني الامنية الخدمية شملت الاعمال ايضا التي تم الانتهاء منها نسبة 100% كل من المناطق الخدمية الاستثمارية والخدمات التشغيلية الالكترونية وانظمة التذاكر والتأمين والمراقبة ومناطق انتظار السيارات